بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نكمل معكم طلابنا وطالباتنا في الصفة الأولى المتوسط مع الوحدة الخامسة unit 5 مع الدرس الثاني وهو grammar إذن درسا اليوم بين الله راح يكون عن قاعدة الهدف أو المطلوب مني في هذا الدرس make question using how many and who إذن راح أكون أسئلة باستعمال how many يعني كم العدد أو who بمعنى من من هذا الشخص تمام أيضا use quantity expressions استعمال العبارات التي تدعى على الكمية أو العدد وأيضا apply possessive s راح يكون عندي s الملكية كيف أنا أضعه في جملة أو أصيغه في جملة إذن هذه الأهدف المطلوب مني في درس اليوم وأيضا use half in questions and sentences ورح نستعمل الفعل half تمام في الأسئلة في صيغة الأسئلة أو في الإجابة في الجملة إذن راح يكون عندي أربع أهداف لهذا اليوم طيب نبدأ أول شيء ننتقل إلى page 36 36 راح يكون عندي أول شيء الفعل half تمام وعندي quantity expressions اللي هي التعبير للعدد وعندي هنا possessive s تمام اللي هو s الملكية وعندي question words how many وهو يعني درس اليوم راح يكون على أربع أجزاء تمام يعني بيكون طويل شوي فركز معي لكن بإذن الله بيكون بسيط يعني أربع أجزاء أو أربع grammar أربع قواعد بس بيكون بإذن الله سهل نبدأ أول شيء بالقاعدة الأولى اللي هو half تمام أساسا أنا عندي اثنين عندي half وعندي has تمام نخلق معي أول شيء نبدأ في البداية عندي half وعندي has إيش معنى half وhas half وhas مثلا بمعنى يملك أو عندي تمام يعني خلونا على كلمة يملك مثلا أنا يقول I have a sister أنا عندي إيش sister أنا عندي أخت you have a sister you have a brother أنت عندك أخ إذن عندي أول شيء ثنتين عندي half وhas طيب الشيء الثاني لما يكون عندي he وشي المفرد هو وهي أنا أستعمل معه has يعني نفس فكرة is ها لو تذكر البير بي اللي هو is وام وار تمام الهي والشي يجي معها has ال I وال you وال we وال they يجي معها half I have أنا عندي you have أنت عندك they have أو he has وshe has هو عنده أو هي عندها أو تملك تمام إذن لما أتكلم عن شيء أنا أملكه هنا الآن مثلا قال لك I have a sister أنا عندي أخت تمام I have a brother أنا عندي أخ he has a grand father هو عنده جد طبعا لأن الوحدة الخامسة اللي هي unit 5 الآن نتكلم عن العائلة فبنوربط القاعدة بالوحدة تمام we have cousin نحن عندنا أقارب you have an uncle أنت عندك عم تمام إذن هذه الفكرة إني أبدأ بالضمير ثم الكلمة الثانية تكون half أو has إذا كان هي وشي ثم أكمل الجملة إذن هذا الجلز الأول من الدرس أنا عندي أول شيء أحفظ أن عندك half وhas يعني مو بس half عندك half وhas تمام has تجي مع هي وشي وهاف مع البقية طيب نجي للجزء الثاني في حالة النفي النغتف خلك معي في حالة النفي عندي نفس الفكرة لما يكون هي وشي نقول doesn't have doesn't half يعني الhas هنا تحولت إلى does doesn't ولما تكون I, you with they تكون don't half يعني هاز خلاص ما عند عندنا هاز تمام ما عند عندنا كلمة هاز ليش لأنصار مكانها doesn't وبقية الضماير يكون عندي don't have لا أملك we don't have you don't have they don't have ليس لديهم أو he doesn't have أو she doesn't have هي ليس عندها أو لا تملك ايش أسيسر أخت he doesn't have هو ليس لديه مثلا a car هو ليس لديه سيارة I don't have a cell phone أنا ما عندي جوال you don't have a computer ليس لديك a computer تمام وطبعا هنا أعطاك إياها بشكل مختصر يعني قال لك don't أساسا هي كلمتين اللي هي do not و doesn't اللي هي أساسا كلمتين اللي هي does not تمام أنا بحاول عادي الشرح بشكل مختصر عندي الفعل half half و has متى تجي تجي بعد الضمير بعد ال I, you, he, she we, you, they الhas تجي مع هي و she he has أو she has الhalf مع بقية الضمير I have you have we have they have تمام إذن هذا الجزء الأول من الدرس في حالة النفي أنا أضيف don't أو doesn't have راح يكون عندي إما don't have أو doesn't have doesn't تكون مع هي و شي أنت شوف لو طبقت أول شي على الهي والشي خلاص وعرفت أن هي يعني المختلفة البقية بتمشي معك إذن في حالة النفي أنا أقول he doesn't have هو ليس لديه أو she doesn't have هي ليس لديها بقية الضمير تكون زي ما هي I don't have you don't have they don't have تمام we don't have ليس لدينا وتكمل الجملة تمام إذن هذا في حالة الhalf والhas يش قلنا معنى half وهاز معنى هلدي أو أملك تمام طيب نجي للجزء الثاني الآن اللي هو في حالة السؤال أنا الآن أبغى أسأل شخص هل لديك أو هل تملك تمام تمام أنت لن شوف إذا عرفت بالعرض بتعرف السؤال هل لديك أو هل تملك مثلا هل لديك سيارة do you have a car بتقول لي yes أو no هل هي لديها كتاب does she have a book بتقول لي yes أو no إذن في حالة السؤال أنا أبدأ إما بdo أو does ونفس فكرة الفعل بي اللي هي is وام وار بيكون معناها في السؤال هل وعندي half هل لديك do you have طيب الشيء الثاني in do نفس الفكرة تجي مع الضماير الثانية you we they وdoes تشوف أي شيء الضمير مثلا يكون مرتض بالs معناته مع هي وشي does he أو she هل هو أو هل هي إذن أبغى أسألك هل تملك هذا الشيء do you have a sister هل لديك أخت do we have a brother هل لدينا أخ do they have cousin هل لديهم أقارب هذا في حالة do ولما يكون السؤال بdoes يكون مع هي وشي فقط does he have a sister هل هو لديه أخت does she have a brother هل هي لديها أخ تمام إذن هذه الفكرة لما أسأل هل لديك أو هل تملك أستعمل do أو does في بداية السؤال مع الضمير المناسب وتكون الإجابة إما yes أو no نفس الفكرة yes أو no فقط ونفس الفكرة تعكس أول كلمتين في السؤال يعني do you تصير yes I do تمام لن نبس لك أنت فأنت لجاوب I مثلا does he هل هو تكون الإجابة yes he does عكسنا أول كلمتين does she هل هي تكون الإجابة yes she does وفي حالة النفي تكون نفسها ونضيف not في الأخي طبعا not تندمج مع the do تصير don't وتندمج مع the does تصير doesn't no he doesn't لا ليس لدي no I don't لا ليس لدي no we don't no they don't تمام أنا بحاول أشرحها الآن في الصورة الثانية هنا خلك معي الآن في الصورة الثانية هنا الآن الفيرب have قلنا have has يعني عندي أو أملك تمام have متى أستعمل have لما يكون الضمير I مثلا I have a book أنا عندي كتاب you have a book أنت عندك كتاب they have a book أو we have a book إذن لما يكون عندي الأربعة الضمير ذي أنا أستعمل معها half ليش قلنا معنى half يعني يملك تمام الضمير الثاني has نفس المعنى أيضا يملك لكن has تيجي معي تيجي معه he وشي فقط he has a book هو عندك كتاب أو she has a book ممكن أغير الكتاب زي ما قلنا sister brother car أي شي أنت تملكه إذن احفظ الجلز الأول من القاعدة إن half عندي half وhas half تيجي معه I you they we وhas تيجي معه وشي فقط إيش معناها معناها أملك يعني بقول مثلا أنا عندي كتاب أقول I have a book مثلا بقول أخي عنده مثلا سيارة بقول he has a car تمام he has a car إذن هذه الفكرة الأولى طيب نأخذ الجزء الثاني أو الفكرة الثانية في حالة negative إيش قلنا نضيف don't مثلا هنا قال لك I have a blue shirt طيب حولها لي نفي بقول I don't have أنا ليس لدي blue shirt ما عندي قميصة صغر I don't have ولو كانت she has a notebook هي عندها دفتر she has a notebook لو قلت لي doesn't has خطأ لأن الhas تتغير هنا تصير doesn't have تمام الhas يصير مكانها إيش does أو doesn't وhalf نكمل الجملة she doesn't have a notebook هي ليس لديها a notebook ولو كان he نفس الفكرة تكون he doesn't have هو ليس لديه a notebook بقية الضمائر I you we they تكون نفس الفكرة I have وفي النفي I don't have تمام إذن هذا في حالة النفي أنا جاء سأحاول أشرح وأوضح بنفس الشيء يعني إن شاء الله أن تكون واضحة لحد الآن تمام طيب الجزء الثالث الآن لو قلنا بحولها نفي ها كيف قلنا قلنا I will you will they will we تكون don't have تمام ولكن إذا كانت has يعني he وشي تصير doesn't have doesn't have he doesn't have a book إذن في حالة النفي مع I will you will they will we نقول don't have ومع المفرد ها ربطها مع المفرد اله والشي تكون doesn't have he doesn't have ولا she doesn't have تمام إذن هذا الآن بالنسبة لقاعدة half هي أساسا half وhas وفي حالة النفي تصير إيش زي كذا don't have أو doesn't have تمام هذا أول شيء بالنسبة لقاعدة half طيب الآن عندي هنا أبو أحولها إلى سؤال عندي هنا أربع جمل I have a book أنا عندي كتاب you have a book أنت عندك كتاب they have a book هم لديهم أو عندهم كتب أو كتاب we have a book ونحن عندنا كتاب طيب أبو أحولها الآن للسؤال أنا جالس أشرح لك العربي الآن عشان تفهم القاعدة كاملة الآن بقول لك I have a book أنا عندي كتاب طيب إيش السؤال يكون السؤال بيكون هل لديك كتاب تمام طيب حولها بالإنجليش بتقول لي do you have a book ها يعني نحط do بس قبلها صارت الآن سؤال do you have a book do they have a book do we have a book بس شكرا كيف أضيف فقط do قبلها صارت الآن سؤال عن ملكية هل لديك هذا الشيء هل تملك هذا الشيء تمام طيب لو كانت ها صارت سؤال لو كانت has he has a book she has a book كيف تصير نضيف إيش نضيف does والhas تتحول إليش إلى half does he have a book does she have a book ها does تتحول الhas تتحول إليش إلى half أنا برجع بس نقطة does he أو does she يعني أضحنا does في البداية والhas تتحول إليش إلى half does he have a book أو does she have a book تمام ركز على القاعدة هالي إذا ما فهمت عيد المقطع اليوتيوب هذا عيد المقطع دقيقة دقيقتين ثلاث كرر أربع خمس مرات لحد ما تفهم بإذن الله القاعدة كاملة تمام الآن عرفنا كيف أحول الجملة إلى السؤال I have a book نحط do تصير do I have a book أو do you have a book وإذا كانت الhas he has a book تصير does he have والhas برضا تتغير في السؤال الhas تتغير في السؤال تمام does he have a book أو does she have a book تمام واضح طيب نروح الآن للجزء الثاني من القاعدة إذا الآن نحن انتهينا أو تقريبا ها باقي عندي الجزء الأخير make it a question يلا حول الجملة هذه إلى سؤال you have a blue shirt أنت عندها قميص أزرق يلا حولها لي لسؤال إيش تقول ها ممتاز do you ها do you have a blue shirt هل لديك قميص أزرق ممتاز اللي جابها كذا صح يا سلام عليك طيب جملة ثانية الآن she has a notebook يلا حولها لي سؤال كيف تقول ها does she has ولا does she have ها ممتاز does she have a notebook ها does she have a notebook هل هي لديها دفتر ممتاز يا سلام عليك إذن هذه القاعدة باختصار في حالة النفي قلنا اضيف don't بعدها أو قبلها عفوا وفي حالة السؤال أنا أضع do و does في البداية والإجابة تكون إما yes أو no تمام تكون yes أو no طيب أنتهينا من قاعدة half ها شوي بقفل الشاشة شوي أنتهينا من قاعدة half كل شيء إن شاء الله واضح طيب نروح الآن للقاعدة الثانية اللي هي quantity expression إيش معنى quantity quantity يعني كمية تمام expression تعبير يعني إيش العبارة اللي أستعملها لما أتكلم عن كمية أستعمل any اللي معناها أي وأستعمل a lot of أو lots of اللي معناها الكثير طيب any برضه أستعملها في السؤال كيف يعني في السؤال يعني بقى أسأل هل لدينا أي تفاح أنا جالس أسأل عن عدد هل لدينا أي تفاح أو مثلا لو ربطناها مع الوحدة do you have any brothers and sisters ها هل لديك أي إخوان أو أخوات أنا هنا جالس أسأل عن عدد يعني كم عددهم do you have any cousin هل لديك أي أقارب بتجاوب yes أو no بتقول لي yes مثلا I have five brothers عندي خمس أخوان أو no I don't have لا ما عندي تمام زي السؤال لو هنا قال لك do you have any brothers and sisters هل لديك أخوان أو أخوات قال no I don't have any brothers and sisters إذن any أستعملها في حالة السؤال وأستعملها في حالة النفي ليس لدي أي إذن any معناها أي نفس الشيء هنا do you have any cousin هل لديك أقارب بقول yes I have a lot أو lots of cousin يعني نعم أنا عندي الكثير من إيش من الأقارب إذن a lot of أو lots of كلها نفس المعنى أنا أستعمل واحدة فقط يا هادي يا هادي إذا كانت الإجابة yes تمام طيب إذن قلنا any معناها أي تستخدم في النفي والسؤال تمام وأ lot of تعني مع إيش الكثير تستعمل في الجملة المثبتة يعني ما يكون الإجابة yes ها هنا قلنا do you have any brothers هل لديك أخوان yes I have a lot of brothers هذا في حالة الإجابة yes وفي حالة no بقول no I don't have any any brothers إيش معنى any معناها أي يعني حتى لو ترجمت السؤال بالعربي do you have any brothers هل لديك أي أخوان إذن معنى صحيح حتى في الترجمة السليمة وفي قلنا إذا كانت الإجابة no no I don't have any brothers لا ليس لدي أي أخوان يعني حتى لو ترجمتها بتطلع الترجمة الحرفية صحيحة تمام وقلنا إذا كانت الإجابة yes تستعمل إما a lot of الكثير من أو lots of تمام كلها ثنتين نفس المعنى تمام واضح أنا أحاول برضا يعني أدمج لك كذا وكذا طيب نروح الآن الجزء الثاني طبعا هي أربع قواعد أخذنا الآن ثلاث باقي واحدة باقي هذه وباقي واحدة بعدها هنا القاعدة الثالثة اللي هي بوسيزف إس إيش معناها؟ معناها إس الملكية كيف يعني يعني الآن قال لك هنا مايكل هزا سستر مايكل الآن واحد اسم مايكل عنده أخت أبغى يعني أبغى أقول أن هذه أخت مايكل أقول that's مايكل's سستر أنا أضيف الاس للشخص اللي يملك الشيء يعني للمالك سواء اسم أو ضمير لا ضمير ما تجي سواء الاسم تمام يعني أنا الآن باقول اسم شخص وأقول عنده شيء إذن لما أنسب له ملكية هذا الشيء أنا أضيف فاصلة اس بعد الاسم هنا الآن قال لك my cousin's half a cat طيب الحالة الثانية لما يكون جمع يعني هي الآن الجملة أو الكلمة أو المالك يعني الملك أنته بحرف الاس طيب كيف الطريقة أضيف فقط فاصلة بعد الاس that's my cousin's cat إذن ذلك القط لما لأقاربي تمام واضح إذا كان مفرد المالك الشخص اللي يملك هذا الشيء مفرد إذن أنا أضيف فاصلة أو اس في الجملة that's مايكل's سستر يعني مثلا أقول علي has مثلا a car علي لديه سيارة طيب أو أقول إن هذه سيارة علي أقول that's ali's ها أحط علي كذا ali's وأحط فاصلة that's ali's car ها هذه سيارة علي تمام ولو كان جمع يعني مثلا زي هنا cousins أو brothers لو قلنا الأخوان أضيف فقط فاصلة ليش لأن الكلمة أساسا أنتهت بحرف s فأنا أضيف فقط الفاصلة يعني my cousin سيارة هنا my cousin's cat تمام واضح إذن هذا بالنسبة الـ s الملكية إذا كان مفرد أنا أضيف فاصلة s وإذا كان جمع ينتهي بـ s أنا أضيف فقط الـ s تمام طيب ها خلني أمسح بس الكتاب اللي هنا عشان تقرأ الشرح اللي بالعربي ها عندما ننسم ملكية الشي للشخص باستعمال الاسم بدل الضمير يعني ما في ضمير هنا في اسم نضيف s بعد الاسم مع إضافة حرف s إذا كان مفرد نفس الطريقة هنا وإذا كان جمع نضيف هايش نضيف الفاصلة فقط طيب آخر شرح أو آخر جزء في القاعدة في درس اليوم اللي هو how many وهو تمام نطلع القلم الثانية question words أدوات الاستفهم how many بمعنى كم العدد وهو بمعنى من طيب لما أسأل عن عدد how many cousins do you have كم عدد الأقارب لديك بتقول مثلا I have five عندي خمسة أو زي هنا I have a lot of cousin عندي الكثير من الأقارب لو سألتك how many brothers do you have ها كم عدد إخوانك بتقول مثلا I have two brothers I have one brother تمام إذن هذه بالنسبة للسؤال الأول السؤال الثاني لما أسأل عن شيء أو شخص أنا ما أعرفه يعني فيه أمامي شخص أو مجموعة أشخاص ما أعرفهم السعمل هو من ها who are these children من هؤلاء الأطفال يعني مثلا أنا أمامي مجموعة أطفال أنا ما أعرفهم بقول who are these children بقول الإجابة الإجابة طبعا للتعرف بهم they are my cousin they are my brothers تمام لو كان شخص واحد مثلا أنا أمامي شخص ما أعرفته بقول who is he من هو بيجاوبني واحد ثاني مثلا بيقول he is علي هذا علي لو كانت مثلا فتاه بقول who is she من هي مثلا بيجابه واحد بيقول she is Nora تمام وهكذا إذن how many أسأل عن العدد وهو أسأل عن الشخص تمام يعني زي هنا how many used to talk أو ask for quantity أسأل عن كمية كم العدد ها example how many brothers do you have كم عدد أخوانك بتقول مثلا I have five brothers عندي خمسة أخوان how many sisters do you have ها كم عدد الأخوات بتقول مثلا I have three sisters إذن how many أنا أسأل عن العدد تمام وهو used to ask for identification أسأل للتعريف أبغى أعرف من هو هذا الشخص ها يعني who is this من هذا بتقول لي مثلا this is علي he is خالد she is نورة she is سارة تمام أو مثلا who is he من هو إذن who أنا أسأل عن identification أسأل عن التعريف بهذا الشخص تمام كرر مرتين ثلاثة لحد بإذن الله ما تفهم القاعدة كاملة طيب أنا عارف أني طولت شويف عشان كده نختصر في الإجابات هنا complete the sentence with the positive ending S or S بعدين فاصلة يعني فاصلة S إذا كان مفرد أو S إذا كان ينتهي بعدين فاصلة هنا قال لك Brian إذن Brian's مفرد أضفنا فاصلة S Brian هذا سيستر عنده أخت She is Brian's sister طيب My brother طيب أول شي مفرد أو لا جمع مفرد صح My brother has a cat أخي عنده إيش قطة إذن that's my ها تسير إيش فاصلة S ولا فاصلة فقط ها ممتاز فاصلة S that's my brother's cat ها ذلك قطة أخي طيب the girls الآن عندي هنا جمع شوفها انتها بS the girls half a brother ها البنات عندهم أخ إذن that's the the girls brother أضيف فقط فاصلة ليش لأنها اساسا انتهت بS that's the girls brother إذن هذا أخو إيش البنات طيب Mr. Smith has a daughter إذن هنا مفرد Mr. Smith has a daughter عنده ابنة إذن that's Mr. Smith أضيف فاصلة S baby تلك هي ابنته طيب My grandfather has a sister إذن she is my ها فاصلة S she is my grandfather's sister إذن فاصلة S طيب في هنا فاصلة إضافية نضافة خطأ إذن فاصلة S فقط the boys have an uncle إذن هنا عندي جمع the boys الأولاد عندهم عم أو خال that's the boys أضيف فاصلة S أضيف فاصلة فقط ممتاز أضيف فاصلة فقط لأنها أنتهت بال S إذن that's the boys uncle تمام إذن هذا بالنسبة السؤال أول السؤال الثاني بي شوف يقول ask question for exercise A يعني الآن هذه الجمل كون عليها السئلة في المثال هنا قال لك Brian has a sister إيش السؤال يكون does Brian have a sister هل لدى Brian أخت مثلا قال لك my brother has a cat إيش السؤال بيكون does your brother have a cat هل لدى أخيك خطة the girls have a brother إذن السؤال بيكون do the girls have a brother ليش do لأنه جمع إذن برضو لما يكون مفرد أنا أستعمل does أسأل بإستعمال does ولما يكون جمع أسأل بإستعمال إيش بإستعمال do إذن هذا بالنسبة للسؤال a b نكمل الآن جزء الثاني أو السؤال الثاني complete نفس الفكرة the sentence with the possessive is use the underlying words هذا نفس السؤال الآن نحلينا تمام إذن هذا نفس السؤال هذا الآن سؤال b ask a question كوننا أسئلة هذه هنا الآن does your brother have a cat the girls do the girls have a brother Mr. Smith does Mr. Smith have a daughter هل لديه ابنه my grandfather has a sister يعني جدي عنده أخت إذن does your grandfather have a sister وهنا قال لك the boys have an uncle إذن جمع تكون do do the boys have an uncle هل لدى الأولاد عم أو خال تمام إذن هذه إجابة السؤال b هذا خلاص حلينا هذا السؤال b هذا إجابته تمام تقدر تصور الشاشة أو توقف الشاشة شوي وتأخذ الحل كامل إذن هذا بالنسبة للسؤال a و b هنا حطينا المزلزة في الملكية وهنا كوننا الأسئلة السؤال b كوننا الأسئلة على الخمس يوم هذه تمام طيب نروح الآن للجزء اللي بعده الآن اسأل زملاك يعني هذا الآن الجدول كل اثنين طلاب أو كل اثنتين طالبات مع بعض واحد يسأل والثاني يجيب تمام write their names أكتب الأسماء الآن في نمبر ون يقول لك has only one brother لا إذن هذا التمرين مو بس طالبين أو طالبتين هذا التمرين على مستوى الصف يعني بيكون في نقاش ما بين المعلم والطلاب أو المعلم والطالبات هنا يقول لك find someone who ابحث عن شخص إيش has only one brother شوف الآن من في الصف اللي عندها أخ واحد فقط تكتب اسمه هنا أو أنت كطالبة من من زميلاتك اللي عندها أخ واحد فقط تكتبين الاسم هنا في نمبر قال لك who has two brothers الآن يلا من الطالب أو الطالبة اللي عندها اثنين أخوان تكتب اسمه هنا نمبر ثري قال لك is an only child طفل وحيد يلا من في الصف يعتبر طفل وحيد في الأسرة أو الابن الوحيد أو الابنة الوحيدة تمام يعني ما عندها لا أخوان ولا أخوات ونمبر ثور قال لك comes from a big family ها من اللي عنده عائلة كبيرة يعني عنده مثلا خمس أخوان أربع أخوات أو ثلاث أخوات وعنده الجدان وعنده العمام والأخوان تكتب اسمه هنا إذن هذا التمرين على مستوى الصف كامل يكون فيه نقاش ابحث عن الشخص اللي عنده الصفة هذه وتكتب اسمه النام ولو كان أكثر من شخص يعني مثلا عندي أكثر من زميل أو أكثر من زميلة عندها إذن أكتب الأسماء هنا أكتب مثلا اسمين ثلاثة إذن هذه فكرة التمرين سي تمام أني أكمل جدول يعني كنقاش مع الصف كامل تمام طيب باقي عندنا التمرين أو كتاب التمرين باقي عندنا التمرين الأخير باستعمال do أو don't have أو has تمام طيب هنا الآن قالك do you فراغ any brothers طيب do do you have ممتاز do you have any brothers and sisters هل لديك أخوان ورخوات number two أو الإجابة no I ها الآن الإجابة no إيش يجي مع no do ولا don't ها ممتاز don't no I don't have I come from a small family I am an only child how about you طبعا المحادثة بين من بين مها وفاطمة مها وفاطمة طيب I come from a big family I فراغ two brothers and three sisters يعني عندها اثنين اخوان وثلاثة اخوات طيب I إيش يجي مع I have or has ممتاز half إذن I have الhas قلنا تيجي مع هي وش فقط تمام طيب نكمل الآن my father طيب إيش معنى my father يعني أبي طيب مفرد ولا جمح مفرد يعني إيش الضمير المناسب له هي صح هي لأنه مذكر طيب إذن الآن my father إيش يجي مع half ولا has إذن my father has إذن أبي لديه three sisters and my mother نفس الشي my mother يعني الأم إذن مفرد my mother has نفس فكرة my father my mother has three brothers and sister عند ثلاث أخوان وأخت واحدة طيب هنا الآن السؤال you have many many cousins طيب do you ولا does you do you ممتاز do you have any or do you have many cousins أو yeah lots يعني عندي الكثير من الأقارب تمام إذن فكرة التمرين نكتمل الفراغات إما half أو has أو do أو don't تمام طيب أتوقع هنا أنتهينا من كتاب الطالب أيوه صحيح بنروح الآن لبيج 204 تمام عندي الآن الصفحة 204 شوف عندي والله أسئلة كثيرة بس بنحاول نحلها بسرعة تمام يعني بحاول أنا أخفف الشرح شوي هنا الآن يقول لكم complete the sentences أكمل الجمل إما half وهاز أو don't half أو doesn't half هنا عندي مثال محلول خالد has two sisters عمر عند ماجدة طيب جمع هنا يعني اثنين half half three children عندهم ثلاثة أطفال طيب خالد any brothers طيب ركز هنا دقيقة معليش فلا تلخبض any قلنا نستعملها في حالة ايش في حالة السؤال وفي حالة النفي يا سلام عليكم يعني هنا الجملة الآن مثبتة ولا منفية منفية ليش لأن عندي any إذن بتقول don't ولا doesn't ها don't have ولا doesn't have اللي بيقول don't ليش واللي بيقول doesn't ليش طيب لو قلت don't خطأ ليش لأن أنا عندي هنا اسم واحد اللي هو خالد خالد إذن مفرد بيكون doesn't have لأن خالد لو حولنا الضمير بيكون هي هو إذن doesn't have تمام طيب نورة one sister نورة أخت واحدة هاز ولا هاف هاز منتاز ليش لأنها شي هي مفرد نورة has one sister علي عند حنان ها three children عندهم ثلاثة أطفال إذن هاف أو don't have طيب لو قلنا هاف برضو صح تمام لو قلنا هاف صح ولو قلنا don't have صح علي عند هنان don't have three children أو have three children ليش لأنه جمع علي وحنان اثنين يعني ما رح تيجي doesn't تيجي don't وما رح يجي has بتيجي have تمام طيب نجي الآن write the positive أكتب الملكية يعني اللي هي فاصلة s أو فاصلة فقط اذا كان اذا كان جمع the son of علي تصير علي son ابن علي the aunt of سحر اذا تصير سحر aunt فاصلة s the father of the children ها children جمع بس ما في s في النهاية اذا نفس الشيء نضيف فاصلة s the children's father ها والد الاطفال the mother of the girls هنا في s اذا اضيف الفاصلة فقط تصير the girls mother البنات the bags of the aunts برضو عندي s اذا اضيف فاصلة فقط the aunts bags اذا اذا انتهت بال s احط الفاصلة فقط ولو انتهت بدون s حتى لو كان جمع زي children اضيف فاصلة و s في الملكية تمام اذا هذا التبرين الثاني نروح اللي بعده answer the question using any a lot of or lots of any or a lot or lots of اعطاك هنا مثال قال لك your aunt and uncle don't have any children do you have any cousin no i don't have any cousin ليش ما عندي لان يقول لك الانت والانكل العم والعم ما عندهم اي اطفال اذا انت ما عندك اقارب يدون تها فكزين طيب your father has 7 brothers اخوك او عفوا والدك عنده ما شاء الله سبعة اخوان seven brothers اذا هنا السؤال بيقول لك do you have any uncles هل لديك اعمام اذا واضح عند والدك سبعة اخوان اذا هم عمانك اذا اما عمات او خالات وعندهم ابن واحد يعني يا عمك يا خالك لانهم ابناء الاجداد تمام طيب هنا الان السؤال لك do you have any aunts هل لديك aunts كم قال لك في الجملة قال five اذا عندك كم عندك خمس عمات او خمس خالات اذا yes I have lots of aunts نعم عندي الكثير طيب do you have any sisters هل بيكون لديك اخوات no I don't have any sister اذا ليس لدي اي اخوات you have a big family ها انت عندك عائلة كبيرة في نمر 4 4 do you have any brothers and sisters اذا اكيد بيكون عندك اذا yes I have lot of brothers and sisters اقدر اقول a lot of او lots of كلها صح تمام اذا هذا بالنسبة للسؤال هذا طيب نروح اللي بعده انا بس احاول امشيكم بردو بسرعة here are the answer اذا هل الان هذه اجابات answer يعني اجابة what are the questions اي واك انت تكتب السؤال اما بhow مني كم العدد او من هذا الشخص لما سر عن تعريف وعطاك هنا مثال قال لك خالد doesn't have any brothers خالد لديه اي اخوان اذا السؤال بيكون how many brothers does خالد have كم عدد الاخوان لدى خالد طيب هنا قال لك خالد has two sisters خالد لديه كم لديه اختين اذا اش بيكون السؤال how many ولا هو how many ممتاز كم العدد لانا في اجاب بعطاك العدد اذا how many sisters does he have كم عدد الاخوات لديه طيب هنا الان قال لك خالد mother is ماجدة طيب هنا الان ما سأل عن العدد هنا سأل عن التعريف عرف بوالدة من والدة خالد اللي هي ماجدة اذا السؤال بيكون ايش how many ولا هو بيكون هو ممتاز who is خالد من هي والدة خالد وشوف أعطاك s الملكية شوف فاصلة s ها شوف فاصلة s خالد mother is ماجدة طيب خالد aunt is ريفا هنا نفس الفكرة ها عم خالد هي من ريفا اذا who is خالد aunt نفس الفكرة بس صغير mother و aunt ريفا and حميد have one child طيب هنا اعطاني عدد قال لي طفل واحد اذا بس بس عم ليش how many ولا who how many ممتاز how many children do they have كم عند الاطفال لديهم اللي هم ريفا وحميد هنا الان قال لك خالد grand parents are علي and حنان قال لك اجداد خالد ايش اسم علي وحنان اذا نسأل اش بيكون who ولا how many who ممتاز ليش لان نسأل عن التعريف وهنا جاوب قال لها علي وحنان اذا who are خالد grand parents من هم اجداد خالد ها ونفس الفكرة عندي فاصلة واس الملكية تمام اذا اجداد ليش اسمعهم او جد وجدة اللي هم علي وحنان تمام طيب باقي لدينا السلة وانتهينا باقي لدينا السؤال هذا عندك reading تقرأ النص هذا اللي هو بين clerk وchild وعندك mother يعني بين المحاسب clerk او المحاسبة هنا في المحل وعندك child الطفل وعندك الام يعني من الصورة تلاحظ شكل الطفل تاية ضاع في المحل وهذه الكاشيرة تمام طبعا هي بنت ايوه بنت تمام ضايع في المحل وهذه الكاشيرة وهذه الام شافتها في النهاية يعني هذه فكرة الصورة هنا الان الطفلة جالسة تبكي جت لك قالك what's your name Olivia what's your last name Parker اذا اسمها Olivia Parker what's your father name Daddy يعني هنا تسألها طفلة تقولها ايش اسم والدك قالت Daddy طبعا طفلة اوكي what's your address ايش المعنى قالت main street الشارع العام طيب what's your telephone number ايش رقم الهاتف قالت I don't know طفلة ما تعرف رقم الهاتف mother الان جت الام ها هذه الام الان there you are Olivia thank you miss ها شكرا لك يا سيدة ايش تسأل عن اسمها قالت miss jones please please اوليفيا اوليفيا هير ادريس عن تليفون نمبر يعني خليها تحفظ ايش العنوان ورقم الهاتف بحيث ان الوضاعة مرة ثانية تعرف تعطي الناس ايش تعطيهم رقم الجوال yes miss jones thank you اذا هذه فكرة المحادثة طيب عندي هنا اسئلة يقولك yes or no اوليفيا is the clerk's daughter ها اوليفيا هي بنت الكشيرة الكليرك no تمام no اوليفيا is mr. barker's daughter ها اوليفيا هي ابنة السيد باركر yes لانها قالت هنا اسمي ايش اوليفيا باركر طيب اوليفيا knows هير ادريس ها تعرف عنوانها no اوليفيا knows هير تليفون نمبر ها تعرف رقم الهاتف no اوليفيا says is her father's name ها ها وليفيا تقول اسم والدها no لانها اش قالت قالت دادي ها هنا قالت دادي تمام اذا هذي فكرة المحادثة reading قراءة وعليها سلة طيب اتوقع هنا هذا اخر سؤال اي نعم صحيح هذا اخر سؤال تمام لو في نقطة ما فهمتها او شرحي كان فيه اشكالية اعيد القاعدة وخلي الكتاب امامك وحاول تتدرب تسمع وتعيد الشرح تمام بحد بان لما تفهم القاعدة معك وايضا الشرحات اساسة موجودة كاملة على التليجرام مع الامثلة والتمارين موجودة كاملة على التليجرام تمام يعني لو اليوتيوب فيه اشكالية تقدر تتابع الدرس على قناة التليجرام تمام ونصل هنا الى نهاية درسا من هذا اليوم سبحانك الله وحمدك اشهد لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك